أهلاً بكم في قناتنا حيث نستكشف الغرائب والعجائب في عالم الطب اليوم سنغوص في عالم الأمراض النادرة والغريبة التي قد تبدو كأنها خرجت من قصص الخيال العلمي أولاً حساسية الماء تخيلوا أن تكونوا تحت رحمة قطرات المطر هناك أشخاص يعانون من حساسية الماء حيث يسبب لمس الماء لهم طفحاً جلدياً مؤلماً ثانياً متلازمة اللكنة الأجنبية بعد إصابة أو حادث يجد بعض الأشخاص أنفسهم يتحدثون بلكنة أجنبية وكأنهم تعلموا لغة جديدة بين عشية وضحاها ثالثاً متلازمة الرجل الشجرة حالة نادرة تسبب نمو زوائد جلدية تشبه الشجرة على اليدين والقدمين مما يجعل حياة المصابين صعبة للغاية رابعاً متلازمة أليس في بلاد العجائب حيث يرى المصابون العالم من حولهم بأحجام مشوهة مما يجعل الحياة اليومية تجربة غريبة ومربكة خامساً متلازمة المشي أثناء النوم ليست مجرد السير أثناء النوم بل يمكن للمصابين بهذه الحالة القيام بأنشطة معقدة وخطيرة دون أي ذكرى لها عند الاستيقاظ هذه كانت جولتنا في عالم الأمراض الغريبة والنادرة قد تبدو هذه الحالات غير مألوفة لكنها تذكير بأن الطبيعة البشرية مليئة بالأسرار نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بالمقال وأن تكونوا قد تعلمتم شيئاً جديداً لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للمزيد من المحتوى المثير شكراً لكم وإلى اللقاء